موسيقى ايه زيكم يا جماعة والحلقة التانية من سلسلة حلقات يورو 2020 او 2021 خلاص كلها كم يوم والبطول هتبدأ يوم الجمعة بمطش ايطاليا وتركيا في اول مجموعة مطش اللي افتتاح وطبعا الناس اللي تبعتنا الحلقة اللي فاتقت اتكلمنا عن نظام البطولة ليه البطولة هتلاعب يعني في 12 مدينة اللي هيصعد احسن توالد الدنيا هتمشي ازاي مين المنتخبات المرشحة كل الكلام ده المجموعات مين وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اول منتخبين مرشحين للفوز بالبطولة وهم فرنسا والمانيا النهاردة بقى جاي نتكلم في 3 منتخبات برضو مرشحين للفوز باللقب وهم انجلترا بلجيكا وايطاليا هتسمع النهاردة كلام وتفاصيل مهمة جدا مش هتسمعها في اي حتة لو انتم ما تفرج عليها اعمل سبسكرايب و لايك و شيروا في تجرس تنبيهات و انزل تحت بص في كومنتات هتلاقي اللينك بتاع انستجرام ندوس عليه اعمل فولو و دلوقتي بقى باشا ركز معايا شوية ببروق بقى وخوخ وبطيخ وعنب و ايه ركز معايا قوي عشان يعني ايه هعادك جوه منتخب انجلترا وجوه منتخب بلجيكا وجوه منتخب ايطاليا وحاسسك ان انت واحد من الجهاز الفني هتديك كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها قبل ماليورو يبدأ تعالوا نبدأ مع منتخب انجلترا منتخب انجلترا بيدربه ساوث جيت اللي تولى المهمة بشكل رسمي او اول ماتش اللي هو بشكل رسمي كان في اكتوبر 2016 لحد النهاردة هو مدرب المنتخب الانجليزي لعب معاهم 54 ماتش ما بين ماتشات ودية ورسمية كسب 36 اتعادل 8 وخسر 10 ماتشات لحد النهاردة لو اتكلمنا بقى عن يورو 2016 اللي هي النسخة اللي فاتت قبل البطولة دي كان مدرب منتخب انجلترا هو روي هوتسون وكانت مجموعتهم معاهم يعني ويلز وسلوفاكيا وروسيا والمنتخب الانجليزي ساعد في المركز التاني برصيد خمس نقاط وراء منتخب ويلز اللي ساعد برصيد ست نقاط والمنتخب الانجليزي خرج من دور 16 في مفاجأة من العيار الثقيل وخسر من ايسلندا 2-1 عشان بعديها يعني بيمشي روي هوتسون وييجي بعد كم شهر المدرب ساوث جيت ساوث جيت بقى طبعا في كاس العالم اللي فاتت اخد المركز الرابع وعمل اداء محترم بالنسبة للمنتخب الانجليزي المنتخب الانجليزي اللي يعني على مدار سنين كتيرة كان عنده سكواد والعيبة تقيلة جدا ولكن كان بيفشل ان هو حتى يوصل للمربع الزهبي الراجل في البطولة اللي فاتت كاس عالم 2018 في روسيا وصل انجلترا للمربع الزهبي وخسره في مواتش الثالث والرابع لو تفتكروا مشوار انجلترا في البطولة مجموعتهم في كاس العالم كانت فيها بلجيكا وتونس وباناما وانجلترا تأهلت تاني براسية ست نقاط بعد ما خسرت من بلجيكا المتصدرة كان مع تسع نقاط وكسبت تونس وكسبت باناما عشان تقابل في دور الستاشر كلومبيا وتكسبهم دربات جزاء بعد ما خلص الوقت الاصلي والاضافي واحد واحد بعدها في دور التمانية كسبت السويد اتنين صفر وفي دور الاربع خسرت من كرواتيا اتنين واحد في مواتش كان ماراثون يعني وامتد لحد الوقت الاضافي لحد ما منزو كيتش حطوا جون في ديئة مية وتسعة وكسبت كرواتيا اتنين واحد عشان انجلترا تقابل بلجيكا في المركز الثالث والرابع وتخسر من بلجيكا اتنين صفر وتحتل انجلترا المركز الرابع في كاس العالم اللي فاتت روسيا 2018 مع سويد جيت فدول كده اخر بطولتين لعبتهم انجلترا بشكل رسمي سواء اليورو او كاس العالم انجلترا ما اخدتش اليورو قبل كده انجلترا اخدت كاس العالم مرة واحدة بس سنة 1966 فهنشوف بقى هل انجلترا هتقدر تاخد اليورو ده ويبقى اول يورو في تاريخ انجلترا ولا الدنيا تبقى صعبة اللي بقى عليها المرحلة التانية مرحلة اللعيبة والخطة الفنية وازاي ثاوس جيت بيلعب في الملعب وازاي استعد ليه اليورو قبل اليورو طبعا انجلترا لعبة ماتشين والديين واحد قدام رومانيا واحد تاني قدام اندمسا والماتشين خلصوا واحد صفر الانجلترا لو اتكلمنا على اهم اللعيبة اللي في انجلترا اللي موجودين في الاسكواد عند كاباشا هاريكين لعب 49 ماتش سجل 33 هدف وصنع 17 جون عندك اباشا ستيرلينج لعب 49 ماتش سجل 14 جون وصنع 12 جون عندك فودن طبعا اللعب السيتي لعب 50 ماتش سجل 16 وصنع 10 عندك اباشا موينت لعب 54 ماتش سجل 9 وصنع 9 عندك جريليتش لعب اسطن فيلا لعب 27 ماتش سجل 7 وصنع 12 عندك راشفورد لعب ماتشستر يونيتد لعب 57 ماتش سجل 21 وصنع 15 عندك سانشو لعب دورتموند لعب 38 ماتش سجل 16 وصنع 20 دي ارقام لعب منتخب انجلترا اللي في المربع الهجومي واعتقد انه هو يعني يعني مربع هجومي ناري وعندهم بدلاء وعندهم قيمة قوية جدا جدا اتكلمنا بقى على حاركين كيلفيرت عندك يا باشا بقى الجناحات فيها سانشو رحيمي ستيرلينج فودن موينت يعني عندهم لعب كتير قوة بسرعة مش هدانسا حد ولكن فعلا قيمة منتخب انجلترا قيمة قوية جدا حتى كمان ورا يعني على مستوى الدفاع فيه ناحية الليمين ووكر تيربييه ناحية الشمال بينتشيلول لوكشو بينتدفاع ستونز وفيه ماجوار يعني لو لحق وفيه كمان يعني منجس وفيه كوادي بص عندهم يا باشا ونص الملعب عندهم بيلنجهام دورتموند وعندهم رايس وعندهم هندرسن يعني هنشوف منتخب انجلترا يعمل ايه لكن دلوقتي بقى تعالى نتكلم فيه طريقة لعب سوثجيت مع منتخب انجلترا اللي متوقع ان هو يلعب بيها في اليورو سوثجيت لحد 2020 حتى كمان في كأس العالم كان بيلعب بطريقة 3-5-2 بداية من 2021 لعب خمس ماتشات كلهم لعهم بخطة 4-3-3 او 4-2-3-1 سواء زي ما قلت الماتشين الوديين قدام رومانيا او النمسا او حتى كمان قبليهم برضو كان فيه تلعب ماتشات في اجندة يعني شاري 3 لعب سام مارينو وبولندا والبانيا هنشوف هل الراجل هيلعب في اليورو بـ 3-5-2 ولا هيلعب بـ 4-3-3 ده اللي هنشوفه لكن تعالوا بقى نشوف اخر تشكيلة اساسية لعب بيها سوثجيت طبعا الماتشين بتوع رومانيا والنمسا كان بيجرب فيهم لعبة كتير وما كانش يعني بيلعب بالتشكيلة الاساسية تعالوا بقى نتكلم على الماتش القوي اللي لعبه في شهر 3 اللي فات ويعتبر كان بيلعب بالتشكيلة الاساسية كان بيلعب بخطة ايه ومين كان بيلعب في الأجندة الدولية اللي فاتت يوم 31-3-2021 لعب منتخب انجلترا قدام منتخب بولندا بالهيكل الاساسي للفرقة وكسب 2-0 طيب مين التشكيلة اللي لعب بيها سوثجيت قدام منتخب بولندا اقول لك يا باشا هو لعب بـ 4-3-3 بوب حارس مورمو طبعا بوب مش موجود في القايمة اللي موجود بيكفورد وعتقد هو اللي هيبدأ 4 في خط الدفاع ووكر ستونز ماجواير بينتشيلويل لنص الملعب ديكلان رايز طبعا لعب وست هام وجنبيه فيليبس لعيب ليدز يونيتد وكمان مونت لعيب تشيلسي وثلاثة قدام فودن وستيرلينج وهاريكين طبعا الماتشين اللي لعبهم اللي فاتوا بتوع رومانيا والنمسا كان بيلعب بيه يعني بيجرب كل اللعيبة فمن المتوقع ان يكون في بعض العناصر الجديدة زي بيلينج هام ممكن يخش باردو جريليتش ممكن يخش سانشو الله واعلم لكن زي ما قلت انجلترا عندها تشكيلة قوية جدا دي يعني الى وراء الربحة ودي التشكيلة المتوقعة لانجلترا هل الرجل يفاجئنا ويرجاي يلعب تاني ثلاثة خمسة اتنين الله واعلم خلونا نشوف لكن دي كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها عن منتخب انجلترا طبعا اللي معاه في المجموعة منتخب كرواتيا ويمكن يعني اول ماتش في المجموعة بين انجلترا وكرواتيا واعتقد انه هيكون ماتش ثقري يعني لاني طبعا لو فاكرين كرواتيا هي اللي كذبت انجلترا في كاس العالم اللي فاتت وخلتهم يلعبوا على التالت والرابع فاول ماتش في دور المجموعات هيبقى ما بين كرواتيا وانجلترا المجموعة اللي فيها برضو اللي تشيك وفيها كمان اسكوتلندا خليها نشوف انجلترا هتعمل ايه هل هتوصل للسيميفاينال وممكن تاخد بطولة الاول مرة في تاريخها ولا انجلترا يعني زي عادتها تروح بدري بدري ويبقى منتخب مجرب بس اسماء والعيب على الفادي ده اللي هنشوف تعالوا بقى نروح ليه المنتخب التاني اللي معانا في حالة النهاردة وهو منتخب بلجيكا وهو برضو من المرشحين للفوز بيورو 2021 او يورو 2020 طبعا بلجيكا يعني بيدربهم المدير الفني روبيرتو مارتينيز وهو بيتولى القيادة الفنية المنتخب البلجيكي من سبتمبر 2016 لعب معاهم لحد النهاردة 56 نطش كسب 43 اتعادل فيه 9 وخسر 4 ومش هو المدرب اللي كان بيدربهم في يورو 2016 اللي هي النوس خل فاتت كان اللي بيدربهم في اليورو وهو المدير الفني ويلموتس وطبعا مجموعتهم في اليورو كانت فيها ايطاليا وايرلندا والسويد وصعدوا المركز التاني ورا ايطاليا برصيد 6 نهط ووصلوا بعد كده طبعا لدور الستاشر كسبوا المجر 4 صفر ولكن في الدور الربع النهائي قدام ويلز في مفاجأة كبيرة خسروا 3 واحد عشان يمشي ويلموتس طبعا ويجي بعديها روبيرتو مارتينيز اللي لعب معاهم اكيد بطولة كاس العالم 2018 واللي قدموا بطولة كبيرة جدا واخدوا المركز التالت والميداليا البرونزية مجموعتهم في كاس العالم طبعا زي ما قلت من شوية كسبوا الثلاث ماتشاط وصعدوا المركز الاول براسية 9 نقط في دور الستاشر كسبوا اليابان 3 اتنين في ماتش كان صعب جدا 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 في دور التمانية كسبوا البرازيل 2 واحد في ماتش كان ممتع جدا وكان نهاي مبكر وطبعا في دور الاربع خسروا من الفرنسا بطل البطولة 1 صفر وطبعا في مركز التالت والرابع كسبوا انجلترا 2 صفر واخدوا المركز التالت والميداليا البرونزية منتخب بلجيكا لعب ماتشين والديين قبل ما البطولة تبدأ لعب ماتش معه اليونان اتعادل 1 واحد ولعب ماتش معه كرواتيا وكسب 1 صفر بهدف لوكاكو يمكن منتخب بلجيكا السكواب بتاعه ما اختلفش كتير عن طبعا السكواب بتاعه 2018 ولكن اكيد في لعيبة تغيرت تماما زي طبعا ايدن هازرد اللي نيس الكورة كان مكسر الدنيا في 2018 ولكن طبعا معريم مادريد هو ناس الكورة ومش لعيب اساسي وهنشوف هل يعني هيقدم بطولة كبيرة ولا لأ دي بروين برضو مصاب من ماتش النهائي مش عارفين هيلحق اني ماتش دير مجموعات ولا اصلا هيلحق البطولة ولا لأ ولكن يظل روميلو لوكاكو هو فرس الرهام بالنسبة لمنتخب بلجيكا واللي عمل موسم خيالي مع الانتر واخب معهم الدوري الايطالي لوكاكو لعب السنة دي 44 ماتش سجل 30 وصنع عشرة دي بروين لعب 40 سجل 10 وصنع 18 كاراسكو مع قتلكو مادريد برضو اللي اخد الدوري الاسباني لعب 35 سجل 7 وصنع 11 فيه كمان اكتر ملعب تاني زي ميرتينز وزي ثورجن هازارد لكن هنشوف هل منتخب بلجيكا هيقدر يعمل عرض قوي زي كاس العالم ولا الدنيا هتختلف نخش بقى على تشكيلة منتخب بلجيكا والشكل بتاهم ما بيتغيرش 3 4 2 1 مع روبيرتو مارتينيز كورتوا حارس مارما قدامه 3 توبي ألدر فيلد وديناير وبياتا اربعة في نص الملعب ناحية اللي مين مونيي او كاستانيا نشوف مين اللي هيلعب يعني نص ملعب يوري تايليمانس ويعني دي دونكير وناحية الشمال بيلعب ثورجن هازارد وساعات كاراسكو وساعات برضو كمان ناصر الشازلي والمثلث اللي المفروض اللي كان يبقى فيه دي بروين يعني لكن هو داتي هو فيه ميرتينز وكاراسكو ولوكاكو هي دي الاوراق الربحة بالنسبة ليه وانتخب بلجيكا وده التشكيل وده اللعيبة المتوقع ان هم يعني هيبدأوا البطولة او ده التشكيل اساسي فيه كده يعني كذا مركز هو لسه مستقرش عليهم لكن اعتقد المثلث هيبقى لوكاكو وتحتيه اتنين ميرتينز وكاراسكو ممكن ثورجن هازارد يخش وينجي باك ناحية الشمال ويلعب به دي دونكير وطبعا تليمانس اللي عمل موسن كبير جدا مع لستار سيتي فاعتقد نهاية دي التشكيلة بتاعة منتخب بلجيكا في يورو 2021 ناقص بس نشوف هيعملوا ايه؟ طبعا المجموعة بتاعتهم فيها فنلندا وروسيا والدنمارك هنشوف اكيد طبعا كده كده يصعدوا اول ولكن من بعد بقى دور المجموعات هل بلجيكا تقدر تعمل حاجة زي بطولة 2018 وتاخد على اللي يعني برونزية ولا تلعب الفاينال ده اللي هنشوف كده اتكلمنا عن المنتخب البلجيكي والمنتخب الانجليزي فاضل المنتخب الايطالي وبصراحة انا عايز اجله للحلقة اللي جاية لان المنتخب الايطالي مع منشيني نحتاج اتكلم عنه يعني كده ايه بهداوة وتكونوا انتم مركزين مفايزتوش مني لان انا اعتقد يعني ان حلقة النهاردة كانت فيها تفاصيل كتير فقلت يعني اأجل وانا والله كنت محضر انا والله كنت محضر هو المنتخب الايطالي كنت اتكلم عنه لكن يعني نأجله الحلقة الجاية مع المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي عشان نختم بيهم قبل ما اليورو يبدأ فاستنوا الحلقة اللي جاية هتبقى حلقة ضرب بنار وكلام مهم جدا عن المنتخب الايطالي واكيب برضو المنتخب البرتغالي والمنتخب الاسباني وهم دول هيبقوا يعني ايه المرشحين الستة او السبعة للفوس ببطولة اليورو 2021 استنوا الحلقة اللي جاية حلقة مهمة جدا لو انتم ما تفرج عليها امي سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس تنبيهات اشوفكم ان شاء الله حلقة اللي جاية سلام